أمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين معكم المعلمة وفائد عيس من مدارس الهدي المحمدي في برنامج التعلم عن بعد ودرسنا لهذا اليوم هو يوم تبوك دروس وعبر من مادة التربية الإسلامية للصف العاشر يتوقع من الطالب بعد إتمام دراسة لهذا الدرس أن يبين أسباب غزو التبوك وفي أي عام حدثت أن يعرف قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن المشاركة في هذه الغزوة العظيمة أن يعرف كيف تم تجهيز الجيش وقوامه وعدد المسلمين فيه وعدد الروم بالمقابل أن يعرف كيف تم تجهيز هذا الجيش بصعوبة وبمشقة من قبل الصحابة رضوان الله عليهم أن يعرف مجريات الغزوة وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين بعد عودته إلى المدينة المنورة وكيف عاقبهم وما هي الأحداث التي حدثت خلال هذه الغزوة العظيمة في البداية غزو التبوك هي من الغزوات الأخيرة التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنها حدثت في العام التاسع للهجرة وتواصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسامع أن الروم وحلفائهم في شمال الجزيرة العربية تريد قتال المسلمين والقضاء عليهم طبعا لما نحكي عن تبادر أو تناهى إلى مسامع المسلمين نحن نحكي عن قوة عظيمة قادرة على الرد وفعلا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج إليهم في تبوك على الرغم من كل الصعوبات شوفوا عندكم من الصعوبات اللي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم في هاي الغزوة أكثر من شغلة القحط الحر الشديد بعد المسافة التي تحتاج إلى شهرين ذهابا وإيابا إضافة إلى كثرة العدو طبعا إحنا بنحكي قديش كان عدد جيش المسلمين في هاي المعركة ثلاثين ألف مقاتل في حين كان الروم أربعين ألف مقاتل إحنا بنحكي عن عشر تلاف بني آدم فرق عشر تلاف جندي فرق في ظروف استثنائية عشر زي ما حكينا عنا حر وعنا قحط وعنا بعد مسافة وبالرغم من ذلك رح نشوف صور رائعة لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنافسهم في تجهيز الجيش ابتداء من سيدنا أبو بكر الصديق الذي تبرع بكل ماله طبعا أبو بكر بنرجع بنحكي إنه واحد من الصحابة اللي أضافوا بند النبيين والشهداء وأضاف بينهم والصديقين الناس اللي لهم مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى سيدنا عمر رضي الله عنه تبرع بنصف ماله عثمان فقد تبرع بألف دينار طبعا إحنا هون لما نجي نحكي عن سيدنا عثمان تبرع فيهم هدول المصاري ألف دينار لكنه تكفل بثلاثمائة بعير بكامل عدة يعني منحكي عن قافلة فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم يعني قد ما بديكسب سيئة سيدنا عثمان بعد هيك رح تكون كفارتها سابقيتها إنه تبرع بثلاثمائة بعير بكامل عدتها في هاي الغزوة أو في هاي الواقعة بالإضافة لمواقف طبعا هم مش مكتوبين عندكم بس من باب المعرفة عاشر عبد الرحمن بن عوف تبرع بألف درهم الصدقات التي قدمها العباس بن عبد المطالب وطلحة بن عبيد الله عندكم كمان الأنصار واحد من المواقف اللي كانت يعني كثير إلها تأثير أنه جاء رجل للأنصار بسوع من تمر وقال يا نبي الله بيت ليلة أجر الماء من البئر حتى نلت صاعيني من تمر فأمسكت أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر يعني تقريبا هو نص ثروة جايب له للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره عليه السلام أن ينثره في الصدقات فلمزه المنافق وقالوا إن الله ورسوله غنيان عن صاعي يعني أنت جايبنا صاع تمر روح ضب حسن لك ولكنه أحب أن يذكر نفسه يعني أنت جايب رياء مش جايبه لحتى تنفع فيه لأنه لا ينتفع بصاع التمر فأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى قال تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم يعني صاع التمر هذا عند الله تعالى يوازي جهدكم المهدور اللي راح نتعرف كمان شوي أنهم أصلا تخلفوا عن الخروج كلهم عن بكرة أبيهم طبعا في عندنا الموقف الرئيسي كان بغزو التبوك هم الثلاثة من الصحابة رضوان الله لهم الذين لم يخرجوا للغزوة بدون عذر يعني ما كان عندهم إشي ولا كان عندهم سبب ولا كان في داعي أنهم ما يخرجوا وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع القصة يا عاشر حتى قبل ما نحكي عنها هاي بنرجع و بنأكد من خلالها على بشرية الصحابة وعلى أنه هم يطرق عليهم ما يطرق على البشر من صفات النقص ومن صفات التأخر وأنهم يعني بغض النظر أنهم كانوا صحابة لكن برضو هم بالنهاية بشر يصيبوا ويخطئوا يعني عندهم مجال الخطأ وعندهم مجال التقصير وعندهم مجال أنه يكونوا مع طبيعتهم زي ما حكينا البشرية هذول الثلاث صحابة لم يخرجوا مع المسلمين للقتال لكن شوفوا عندكم بعد هيك رح نرجع ونأكد أنهم بالنهاية صحابة رح يندموا رح يعتذروا ورح تكون توبتهم تملأ الأرض لدرجة أن رب العالمين يتوب عليهم وينزل فيهم قرآن يتلى إلى قيام الساعة لكن بالمقابل نشوف وجه آخر من التخلف التخلف يعني مقصود فيها عدم الخروج اللي هو تخلف المناثقين الذين لم يخرجوا كلهم عن بكرة أبيهم للقتال وجاءوا يستأذنون من النبي عليه الصلاة والسلام في القعود ويتعذرون بأعذار كاذبة وورد أنه نفسيتهم شوفوا عندكم النفسية بتختلف وهون إحنا بنرجع ونأكد على أن الله يطلع على ما في القلوب هم كانوا فرحانين أن النبي أعذرهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر والنار وجهنم أشدوا حرا لو كانوا يفقهون هم كانوا مبسوطين لكن بالمقابل تعالوا نطلع على نفسية الصحابة الثلاثة اللي اتأخروا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم الفرق بين النفسيتين كان كثير كبير أو طبعا نزلت توبتهم وتوبة الله عليهم في سورة التوبة وأنزل فيهم هذه الآية أصلا سميت باسم توبتهم لصدقها ولصدق نيتهم مع الله سبحانه وتعالى الحدث الأخير السيء اللي حدث خلال غزو التابوك هو استغلال المنافقين خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تابوك وبنوا مسجدا قصدوا منه الإفساد طبعا منرجعوا بنحكي أنهم كانوا لسا المسلمين في البدايات بالرغم من أنه يعني إحنا بنحكي عن سنة تاسع الهجرة لكن شو كانت دائما أبدا مخططات المنافقين تفرقت المسلمين وفعلا بنوا في مسجد الضرار اللي كي يقسموا المسلمين إلى قسمين طبعا دائما أبدا لما يكون في عنا قسمين معناته في عنا فئتين معناته في عنا رأيين معناته في ناس مع وفي ناس ضد وهون بتبلش الفتنة وانتبه النبي صلى الله عليه وسلم بتحذير الله سبحانه وتعالى لما أمروا أن لا يصلي في مسجد الضرار نهى تماما لا تقوم فيه أبدا ما تصلي فيه ولا تدخله ولا تحط رجلك فيه ليش لأنه الغاية من إنشاؤه اللي هي تفرقة المسلمين ومنع وحدة صفوفهم في نهاية هذا الدرس يا تاسع عاشر عفواً نعرف أنه نتيجة المعركة أنه النبي عليه الصلاة والسلام انتصر فيها بسبب القاء الله تعالى الرعب في قلوب الروم فانسحبوا عاد المسلمون إلى المدينة المنورة من غير قتال طبعاً هاي وحدة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم نصرته بالرعب مسيرة شهر يعني شايفين هاي الغزوة واللي حكينا عنه والتجهيزات والبعير والقوافل والحروب وحالة نحالة لكن بالنهاية لم تسل فيها نقطة دم واحدة نصرته بالرعب مسيرة شهر في النهاية بتحيلوا الأسئلة صفحة 89 وأي حدا عنده سؤال اللي يبعط لي على الخاص ويعطيكم ألف عافية عشر